أثناء درسنا اليوم سوف نتحدث عن Continue و Break من الأوامر التي تواجه في الجافعة معنى Continue يعني مواصلة وهكذا الشيء معنىها معنى Break يعني قطع أو كسر أو هكذا الشيء معنىها الأمر Continue و Break يتم استخدامها مع اللوب الأمر Continue تكسر تعليمة المتابعة تكرار مرة واحدة في كل مرة يتم تنفيذها في اللوب في بعض الأحيان ترغب أن تقوم بوضع الشرط ضمن اللوب في حال ذلك الشرط تحقق ترغب في ذلك الوقت على سبيل سهل بعمل تخطي تكرار تنفيذ الأمر يعني في ذلك مرة الأطرابين يتم تكرار تنفيذ الأمر في تلك الحالة يمكنك أن تقوم باستخدام Continue بالنسبة للأمر Break الأمر Break يتم استخدامها للقفز من اللوب يعني لإيقاف اللوب يعني عندما يتم قراءة الأمر Break سوف يخرج من اللوب يعني يقصد بين اللوب سوف يتوقف عن تكرار تنفيذ الأوامر و سوف يتوجه إلى الأوامر الذي يأتي بعد اللوب في بعض الأحيان ترغب أن تقوم بوضع الشرط في حال ذلك الشرط تحقق ترغب على سبيل سهل بإيقاف تكرار تنفيذ الأوامر في تلك الحالة يمكنك أن تقوم باستخدام الأمر Break طب الأمر Continue و Break يتم استخدامه في جميع أنواع اللوب يعني مثلا For Loop, Will Loop, To Will Loop, Forage Loop إلى آخره لنأخذ مثلا في For Loop لنفترية تواجد الذين في For Loop لنفترية الذين متغير لجاء العداد أرغب أن نبدأ العداد من العدد واحد وأرغب على سبيل سبيل تمتكرات تنفيذ الأوامر خمس مرات لنفترية في كل مرة تمتكرات تنفيذ الأوامر أرغب بعرض القيمة التي يجب لكها العداد مثلا متشاهد لنفترية أرغب بإنشار جملة شرطي في Statement وأقوم بوضع الشرط قم بوضع بنفسك أي شرط لنفترية في حال تحقق الشرط الذي نقوم بوضعها هنا في ذلك مرة أرغب أن أحدث تخطي لنفترية أرغب أن أقول إن كان العداد يتساوي مع القيمة التالية أرغب في ذلك مرة بعمر تخطي إذن في حال تحقق الشرط الذي قمت بتحديدها أن أقوم بوضع الأوامر continue لكي يحدث تخطي في ذلك مرة مثلا متشاهد إذن بالاختصار إن كنت ترغب بعمر تخطي للتنفيذ الأوامر حسب الشرط الذي ستقوم بتحديدها يمكنك أن تقوم باستخدام الأوامر continue وإذا كنت ترغب بإيقاف اللوب من تكرار تنفيذ الأوامر في حال تحقق الشرط قم بوضع الأوامر break مثلا متشاهد الآن سوف أقوم بشرح لكم نقطة مهمة في حال إن كنت ترغب باستخدام الأوامر continue ضمن will loop أو do will loop لأن أفترأت يتواجد لدينا will loop لأنك سوف تواجه مشكلة في حال قمت باستخدام continue في will loop المشكلة هو عندما يتحقق الشرط الذي ستقوم بتحديدها وتقوم بعمل تخطي يصفر ذلك عن تكرار تنفيذ الأوامر بعدد لا نهاية الآن سوف أقوم بشرح لكم كيف يتجنب ذلك المشكلة لأن أفترأت أرغب بإن شوي loop للتكرار تنفيذ الأوامر أرص بمساء خمس مرات أرغب لنبدأ العداد من العدد واحد قم بتحديد بنفسك الشرط أنا أرغب بالتكرار تنفيذ الأوامر خمس مرات في مثال حالي وأرغب كل مرة يتم تكرار تنفيذ الأوامر بزياد واحد للقيمة لذلك هو العداد الكثير منكم الخطة التي يقومون بارتكابها لأن أفترأت قمت بوضع الجزء التالي هنا وهنا نقوم بوضع continue ماذا سوف يحدث؟ في مثال حالي نحن نقول إن أصبح القيمة اللي يزم لكه المتغير التالي يتساوى مع العدد التالي يعني في حال الشرط الذي قمنا بوضعها تحقق نرغب يعمل تخطي وعظم يحدث تخطي لن يتم تنفيذ الأوامر الزيادة بعدها ولكن هنا في حال حدث التخطي سوف يبقى القيمة اللي يزم لكه المتغير العداد بنفسها لأنه لم يتم إضافة واحد إلى القيمة اللي يزم لكه العداد وهذا الشيء سوف يتسبب في تكرارة تنفيذ الأوامر الذي نقوم بوضعه هنا لأن دائما سوف يبقى القيمة اللي يزم لكه المتغير التالي الثلاثة وكذا في كل مرة سوف يحدث تخطي ويتسبب في تكرارة تنفيذ الأوامر الذي نقوم بوضعه بعادة لا نهاية كيف يمكن نحل المشكلة؟ لحل هذه المشكلة سهلة جدا كل ما عليك أن تقول في حال تحقق الشرط التالي قم بتحديب نفسك الشرط قم بإضافة واحد إلى القيمة اللي يزم لكه العداد في البداية ثم قم بعمل تخطي سوف أقوم بجعل الجزء التالي كتعليق لأن أقوم بتجربة مثلا ما تشاهد وإن كنت ترغب في حال تحقق الشرط الذي قم بوضعه بإيقاف تكرارة تنفيذ الأوامر يمكن أن تقوم باستخدام الأوامر الجزء التالي لست بحاجة إليه لأن عندما يتم قرارة الجزء التالي سوف يتوقف اللوب عن تكرارة تنفيذ الأوامر بعد اللوب أهم الجزء في الدرسنا اليوم كنت أرغبين تتعلم ليجل ماذا يتم استخدام break وإن ليجل ماذا يتم استخدام continue أراكم في الدرس القادم لك أن أتعلم مزيد إلى من تصبح محترف في اللغة الجافة إلى اللقاء